أي حلول خارج المرجعيات الثلاث ستكون مرفوضة شعبيا ورسمية بهكذا حسم ووضوح جاء تأكيد مجلس نواب الذي يمثل صوت الشعب التأكيد البرلمالي جاء عقب اجتماع لهيئة رئاسة مجلس نواب ورؤساء الكتل البرلمالية جرى خلاله مناقشة المعطيات المتعلقة بوصول وفد الميليشيا إلى العاصمة السعودية التأكيد البرلمالي على المرجعيات والتذكير من خلال التجربة باستحالة الجنوح لسلام حقيقي من قبل الميليشيات اقترنا بالتأكيد مجددا على تطلع الشعب اليمني للسلام العادل وشكر جهود المملكة وعمان المتعلقة بهذا الشأن بالتوازي مع التصريحات البرلمالية جاءت في السياق ذاته تصريحات رئاسية إذ أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي أن السلام العادل لن يكون إلا في مصلحة الدولة وفي طريق استعادتها وأمنها واستقرارها المواقف الرسمية في هذا السياق تتطابق مع المواقف الشعبية وتصريحات المكونات المجتمعية والسياسية والتي كان من آخرها تأكيد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمن لإصلاح في كلماته الأخيرة على أن أي صيغة سلام تمس بالمركز القانوني للشرعية أو تقفز على أولوية سحب سلاح الميليشيا تؤسس لسلام ملغوم يمهد لجولات صراع قادمة وتلغم مستقبل المنطقة الإدراك اليمني على المستوى الرسمي والشعبي لمراوغات الميليشيا التي تستنسخ الأداء الإيراني يوجب وفق كثيرين التساؤل عن موقع هكذا إدراك من مستجدات التعاطي مع الحوتية خصوصا وأن المؤكد برأي الجميع أن الحوتية الذي يذهب إلى الرياض هروبا من انفجار شعبي يراه وشيكان وهو أقرب حتى من ما يرى لم وين ينظر إلى السلام من منظور استراتيجي بل يعده خطوة تكتيكية استعدادا لخطيئة أخرى خميلية فهل تنتزع المنطقة أمن مستقبلها من بين أنياب المخطط الإيراني؟ أم تذهب نحو مستقبل ملغوم بالسلاح عبر الكهف الحوتية؟ ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا